ان يقول لك والله بتشتغل مع المتحور بتشتغل مع اوميكرون بتشتغل مع ام ميكرون مع اخ اوميكرون ما حدش عارف عيلة الماكارنا دي بقت عاملة زي طيب انا لا ادعي معرفتي باي حاجة في الطب ولا علوم الاوبئة ولا التطعمات ولا اي شيء لكن اللي حصل ان السياسيين قالوا لنا من اول تفشي الوباء ولزالوا لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها دلوقتي بيقولوا لنا ايه بيقولوا لنا النجاة سابلكم للنجاة الوحيدة هي الحصول على التطعيم روحوا حصلوا على التطعيم اللي ما حصلش على التطعيم لازم يحصل عليه ويروح يتصور لك قدامك كاميرات وياخد التطعيم وبتاع كلام ده احنا بقالنا سنتين النهاردة في الموالي اللي ما بينتهيش دهوت مرة ثاني انا لا ادعي معرفتي باي علوم طبية كويس لكن الشيء السابت انه لما كانت صناعة اللقاحات غير متقدمة من سنين لما كنا اطفال من عقود كان فيه شلل اطفال كان فيه الحمى الشوكية كان فيه وتفر شلل الاطفال لغاية النهاردة الفعال بتاخده مرة واحدة في العمر حسب معرفتي برضو وخلاص طيب حتى الان الشركات الدواء اللي هي كل يوم ارباحها بتتضخم واسهمها بتجبر في البورسة وتخرج علينا بحاجات جديدة حتى كمان الحبوب اللي اعلنت عنها احدى الشركات مؤخرا وان هي علاج ووقاية وخلافة ايه اللي بيحصل؟ ما حدش فاهم اللي بيحصل الوقتي كمان خطير لسبب تاني لان الاعداد اللي بتنشرها الحكومة كل يوم سواء الحكومة الفيدرالية او الحكومات في البروفينسز كل البروفينشل جوفرمنت دي اعداد بتقولك اربع تلاف عشر تلاف هنكون إلحقوا طب انتو بتقولونا الحاجات دي بتخوفونا طب اتصرفوا اعملوا اللي عليكم اعملوا اللي المفروض تعملوه ما حدش قادر يفهم ايه اللي بيحصل بالزبط لكن السابت ان الحكومات خاصة حكومة الغرب بتنقاض وراء شركات الدواء اللي هي والحكومة خايفة من انكشاف انهيار انظمتها الصحية وده طبعا هي كانت بتتباهى قبل كده هدي الدول بقد ايه ان النظام الصحي فيها ممتاز ومفيش زيه في الحلية انتو بتعملوا ايه في الاساس انا مش فهم وبعدين لو قارننا هنا بنقفل قفلنا وفتحنا قفلنا وفتحنا ما فيش فائدة كل ما نقفل كل ما نرجع تاني الاعداد ترجع تاني زي ما هاي فما تخلوا الاقتصاد يمشي والناس تشتغل والناس ما تكسلش واتعاملوا مع الموقف زي بريطاني بريطانيا هي لغاية النهاردة من اكبر الاعداد اللي فيها اصابات واحنا بنتكلم النهاردة بالكريسماس ايطاليا ايطاليا فيها الوضع متفجر دوش لحد دوعت في البيت انا مش فهم ايه اللي بيحسن الناس اللي اعترضوا على التطعيم في منهم اللي لسه معترض وناس كتير ومنهم الشباب كانوا معترضين على التطعيم تماما ولكن اضطروا انهم ياخدوا التطعيم علشان ما يعودوش من المدارس بتاعتهم من الجماعات بتاعتهم ما يتحرموش من الجم ما يتحرموش من الاكتافيتيت الاساسية من الانشطة الاساسية اللي الناس بتمارسها حتى دخول المطاعم بقى له شروط لكن الانظمة الصحية وكل مرافق الصحية اثبتت ان هي مش قادرة تستوعب اي اضافات عليها لدرجة ان احنا بنشوف العمليات بتبطل العمليات الاساسية المهمة بيتم تأجلها لغاية ما الناس بتموت وانا اعرف اصدقاء اضطروا انهم يخرجوا من كندا بيروحوا يتعالجوا في اماكن تانية اللي كانوا هيفقدوا الحركة في ايديهم تماما لان ما فيش حد فضلهم وما فيش اصلا واحد من الاخصائيين ممكن انا عمري ما شفت اخصائي يقول لك والنبي اشوفك بالتليفون او نتقابل بالفيديو او مش اقدر اشوفك وما الاخصائي ازاي وننتظر عشر شهور وسانة عشان نشوف اخصائي ازاي انا برضو مش ادرى فهم الكلام ده اعتقد ان حان الوقت لكي نتوقف عن الهلع والخوف والترهيب والتخويف ونعيش حياتنا دون الخضوع لتهديد شركات الطعوم والدواء ودون ان ندفع لها المليارات بدلا من ان ننهض بانظمتنا الصحية ونوظف المزيد من الاطباء ونفتح عشرات المستشفيات ونخفض زمن انتظار العلاج الذي يؤدي في الاساس الموطبطي دول العالم الثالث تعاملت مع وباء السورس قبل كده وجنون البقر والإبولة وغيرها ولم تتعامل بهذا الهلع ولم تقفل مصانعها واقتصادها ولم تكسر ميزانياتها بهذه الصورة لازلنا هنا في كندا نخصص الموازنات لكيفية غسل الإيدين وكم ثانية هنقعد وهنعمل ازاي ونحط البيبي اي والميمي اي هنغسل إيدينا ازاي طيب بطلنا غسل إيدين موطلناش حطينا كمامات مفيش الأعداد بتزيد وانتوا قاعدين تخوفونا طيب بعدين انتوا عايزين تعملوا فينا اي بالزفر أنا مش من أنصار نظرية المؤامرة ولكن اللي بيحصل دهوت فيه شيء غلط لو مش قادرين تشيلوا الحمل لو تتحملوا مسؤولية اقولوا احنا مش قادرين وخلينا نجرب حاجات تانية لو عجبكم الفيديو نعملوا لايك وشير وعلقوا واشتركوا في القناة بتاعتنا ودايما تابعونا على هواتورنط انا خالد سالبة سبسكرايب لايك اند شير اشتركوا في قناتنا وشاركوا الفيديو مع اصدقائي